اهلا وسهلا اتمنى تكونوا باخر والاخير و بساحة جهيدة اليوم سوف نشارك معكم هذه الدجاجة التي تأتي مع مره و مضغم مره معلقة بطريقة مميزة و كذلك سوف نشارك معكم هذا الكيك السهل و البسيط و كذلك سوف نشارك معكم هذه الحرشة لكي الطيف الفران السهلة احتهية و اقتصادية و مقادر ديالها كلها عندنا فضر فخليكم مع الفيديو باش تكتشفوا المقادر و طريقة ديال التحدي سوف نبدو اول حاجة الدجاجة مع مره و محمره سوف نحتاجوا عندنا الدجاجة اللي كان نكون وغسلناها مزيان و نقينها و عصرنا عليها الحامض و سكينجبير بطبيعة الحال عندي اربعة الفصوص ديالت و ممتحولة عندي نصحامضة مصيرة مربعات صغيرة باللوب و القشرة سوف نحتاج مكعب دامتي ديال الزافران عندي واحد اربعة ملقة صغيرة ديال القرفاء مع القصغيرة ديال سكينجبير مع القصغيرة ديال خرقوم بلدي مع القصغيرة ديال قصبور حبوكار من طحون و نص مع القصغيرة ديال بزار و واحد الكاز صغير ديال الماء سوف نبدو اول حاجة سوف نجدو الشرمولة ديالنا سوف نديرو فيها ذاك الربيع والتومة والحمصير سكينجبير والقرفاء و الخرقوم البلدي و القصبور حبوك مطحون كارم مطحون و غادي نزيدو عليهم واحد دانتي ديال ديال الزافران غا نديرو حدا في الشرمولة و حدا غادي نديرها مني غادي ندير تجاجة ديالي في تنجرة باش كتعطيني واحد نسمة ديال الزافران لها الدجاج كي يجي هائل جدا و الديد و كذلك تعطي اللون لتجاجة ديالنا مني كن بغو نحمروها كناخدو الدجاجة ديالنا بعد ما كنخلطها ديك الشرمولة مع شوية ديال لما كناخدها و كن ندخلها في الدجاجة ديالي كلها ما بين الجلدة و الحم يعني داك الصدر كنشدو كنقطعوه بالموس بحلقة كنفلحو و كندخل فيه سكين حتى للداخل باش كتدخل يالي الشرمولة و في نفس الوقت مني كنطيب كنطيبو الدجاج ديالنا تيجي في تيصدر دياله و ارتب و كدخل مع نقطعو باستخدم الشرمولة يجي من السم كنخلبي بججا ديالنا و تشرب الشرمولة ديالها في واحد ذلك المقلة غادي نوجدو الحشوة اللي غندروا فيها واحد تلتة الملقات ديال الزيت هنزيدو عليهم عندي هنا لانسا مع العنق لقتعتهم مربعة صغورين زياد عليه مرسم علقة صغيرة و غادي نزيد عليهم 100 جرام ديال الشعرية الصينية الشعرية ديال الروز ينضج ملحة سنضيف لهم زيتون ينفع مربعه في دواير ثم نضيف مع بعض سنضيف معلقة كبيرة من سلسلة الصوجة اللي تكون خاطرة يعطيه بمزوينة ممكن لل نسخن بغنية نحركه كله مع بعض خليه 4-30 SW أنتفاع خليه دفع ومصر سوف نضيف الكوكوت او فتنجرة سوف نضيف 4 كاس او نس كاس نخلط مبين زيت و زيت النباتية و مع الملحة سوف نقل على النار متوسطة مرة امرة نحركها و نسد عليها بلغطة سوف نضيف الجاجة التي تشربت سوف نضيف الحشوة كما عبرنا من السرق سوف نضيف الجاجة سوف نصيب جدا سوف نضيفا أن تصفي مقطعه نضيف الملحة كنا اخذوا هذه العويدات دي الفواكه كنت تكون بيوم الدجاجة العويدات اللي كيكونوا طوال باش كتنشدوا الفخاد مع بعدياتهم كيتشدوا و كيتزيروا مزيان بكيت تحلش لي نفط طياب و كذلك تسدر كيتشد مزيان مع الفخاد و كتبقى الدجاجة شاد دارة ساكيف كتشوفوا معيا غنعود نزيد واحد العويد غنديرو جيد صدر و غدين نهبطو حتى الجيد الفخاد كتجيني الدجاجة دي بحالي لمخيطة اللي عنده الخيط ممكن نخيطها بالخيط الغذائي باش هذيك الحوشوه كتبقى للاخر و كتخرج دابا اه بعد ما كتتهبط لي ديك البصلة مزيان كنزيد لها واحد جوج عويدة صغار دي القرفة خاصة نشحروا هذيك البصلة مزيان حتى كتهبط عاد كنضيفو عليها الدجاجة و كنزيدو عليها هذك التوابي اللي بقى عندي في التبصيل ديك الشرمولة كنقبع لها شوية المو كنزيدة فوق من الدجاجة و من بعد كنروي بواحد ثلاثة الكيسان ديال المسخون المالي كيكون مغلي من قبل و باش كنرويو و كنحرقو الدجاجة ديالنا كنخلوها كتغلها مني كتغلها كا نخلوها كتب واحد الخابصة و احتى العشر الدقائي من بعد كنقلبوها على اسدر ديالها موسيقى التحمير الدهبة تضغر الكرد تضغير نضيف زيتون الخضر او الحمر و نعطيها الوقت و النار تكون مهيلة مرة مرة نحرك حتى تضغمر لنا البصيلة نحرك تشترى و المنهائية و نحس بها خاطرة و عقدة الججة و نحط عن قليل حجوة او الحجوة تشترى و ينحرك حجوة نضيفها في الطبصيل من الارض نضيفها في الجوانب نضيفها في محمرة حمرة ومضغمرة جيدة بزف بها الطريقة سوف يجربها واحد الاضافة الممكن تزيد علىها الدجاجة سمن وكنت قدمها ب الف سحة وعافية من ارواع ما يكون انا متقدم إلا جربتها سوف يتعجبكم بزف ننتقل الحريشة سمدة رقيقة سوف نزيد على المعرقات كبار سوف نزيد نصف سكر واحد ساشي حريشة مع قبيصة نضيف نصف 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 نخلط السميدة مع الزيت ونضيف نضيف يوغورت ونزيد بيضة صغيرة ونزيد خميرة ونزيد ونضيف خبز الخميرة الفورية أعطي لون الحريشة محمرة ميكة طيف الفران دفت قليلا من خميرة الخبز خلط كل شيء بالحليب دافي دفيته من قبل خلط حتى تصبح لجنة مرخوفة نجيب المقالة التقيلة اللي كان طيبه في الحرشة قلبه ومسمن واخر حاجة ضفت قشرة دي الحامضة حكيتها وضفتها للحريشة ديالي من بعد كنجيب مقلام دهونة بالزبدة ومرشوشها بالسميدة رقيقة كنصب فعل خالد وكنلقده مزيان كندخله الفورن اللي سخنته من قبل ملفوق والتحت فورن ساخن كندخلها النار مهيلة شاعل ملفوق والتحت النار متوسطة مهيلة بزاف ما كنتاخدش الوقت بزاف تقريبا مده طويلة في الفرن باج ما تقصحش لكم كندخلها 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 كنصب كندخلها كندخلها كيك كيد كعيلة لاز ك كبير سكار سانية مع قبيصة الملحة و سنجد 4 بيضات متوسطين لكي يكونوا على درجة حرارة المطبخ ماشي من تلاجة و نخدمو بهم لغس نجبدو من ديلة من قبل او لكن نكونوا حاطين البيض خارج تلاجة في المطبخ نخدمو بيه مباشرة في الكيك او اي حاجة بغير نديروه بيش تستقلينا نضيفو ده بساشي ديال فاني 7 انصر نضربو هاد الشي كامل في الخلاة ديال العاصر واحدة ثلاثة ديال تقايق نضيفو بلدك السكار و يتخفق مزيان ذاك البيض نضيف عليهم جوش الخمارات مع كاس ديال تقيق هادو من المقادر ديال هاد الكيك هادا في كاس ديال تقيق جوش خمارات كاس ديال سيت كاس ديال سكار سانية و او ساشي ديال فاني نضيفو الطحين و نطربو الكل مزيان نضيفو لتلك الدخول فرن فرشين فيها ورق الزبدة نخوفو الخليط و نسرحو على اللاطا كلها باش كي ياخد الحجم ديال و ندخلوه في الفرن بحد الشكل ديال الجينواز بمدة عشر دقائق من فوق و لتحت فورن ساخن من قبل احتى كي ما قلت لكم احتى خمستاشر دقيقة ما تفوتوهاش كي يتحمر و كي طيب هو ضغي ضغي كي طيب ما كي ياخدش الوقت بسه نخرجوه و ندخلوه يبرد مني كي يبرد نقسمه على زوج نقسم الجينواز ديالي على زوج او الكيك ديالي على زوج و نقسمه بهادك الورق اللي فرشتلي في اللاطا ناخدوه و نضيفوه في واحد البلاتون اللي غادي يتخليها لتلاجة حيث هذا الكيك يبغي يبرد مزيان في تلاجة باش كي يتقطع لنا و يعطينا شكل زوين كنقلب الجينواز ديالي الوجيه ديالي كنديروه لتحت و هاد الجيهة التحت اللي كانت لتحت في اللاطا كنديرها من الفوق كنسقيها بشوي ديال الحليب بارد كندير فوق منها كريم شانتي غبراء اللي خفقتها من قبل عندي جوج أنا استعملت علبة ديال الكريم شانتي مع علبة ديال الكريم أو لاموس بالباني تقدروا تديرهم بجوج يعني بجوج كريم شانتي او بجوج هم لاموس لحسب اللي متوجد عندكم كنديرهم مع ربعة الكليسان ديال الحليب بارد لقيس في علبة الياغورد يفهمية عشر كرام كنخفقوا هاد الكريم حتى تطلعوا كيددعفل الحجم ديالها من بعد كنديرها كطبقة فوق من الجينواز اللي سقيتوه بالحليب و كندير فوق منه بعد مما كندير طبقة ديال الكريمة كندير واحد طبقة ديال مربة ديال الفريز نص علبة ديال المربة ديال الفريز اللي كيكونوا فيه ذوك الطريفات كنديرك من بعد خطوط علبة شوكولة ونجرهم بشكل ملفي ونقطعهم على شكل مربعات لاحسب الرغبة تتكررونها فقطعهم بردها ونقطعها بسهولة كيف ترون معي انا قطعتها مربعات على هذا الشكل ونضعهم في الكواختات كبير ونقدمهم على شكل كيك ونقوم بطريقة مختلفة ونقوم بزيفة ونقوم بشكل مربعات ونقوم بشكل مربعات ونقدروا معي تقدروا هذه القطعة كبيرة تقدروا تقدروا على زوج بسبب على كبير لأنها لا تقوم ب senin ونرى كبيرة كل هذه قطعة ونقوم بشكل مربعات لذلك ونقوم ب بزيفة حول مربعات ونقوم بشكل مربعات ونقوم بشكل مربعات ونقوم بزيفة وكبير ولكم اشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد الوصفة فعلوا الجرس هنا سوف نعطيكم مستطيلات صغيرين بهذا الحجم اشتركوا في القناة